الظروف الحالية أنا حابب أشيد جداً في ظل الإصابات لك أنت تخيل أن منتخب مصر عنده بعد إصابات مبارح الوينش ومحمد عبد المنعم العناصر الأساسية أكرم وينش حجازي محمد عبد المنعم كل دول أساسي منتخب مصر تصابه فأنك تقدر تكسب مع منتخبات زي دي في ظل الإصابات زي دي فلازم تحيي الرجل اللي اسمه كيروش ده وجازه معه بصراحة انتقادنا كل الانتقاد بعد مبارات نجيريا لأنه هو لخبط عمل حاجات جريبة فخسرتنا فكنا خايفين بصراحة فكان لازم في انتقاد لك الرجل لما عدل الأمور مش كويس انت كسبت كل منتخبات تقريباً من بعد مطش نجيريا انت خلاص دلوقتي بعد ما كسبت السنغال المبارح اللي كسبتك في نهاية أفريقيا انت كسبت كل المنتخبات إذن أنت عندك جهاز فني جيد عندك لعيبة مميزة تقدر انك تحقق الحلم حتى لو بتقابل أقوى منتخب في أفريقيا والمصنى في رقم واحد في أفريقيا هو منتخب السنغالي بس الكلام ده كله عايز إيه؟ هل عايز انتقاد؟ تقطيع؟ ده احنا تعبنين؟ احنا مش قادرين ده احنا المنتخب السنغالي ده احسن من ده حيقطعونا هناك؟ حيكسبونا هناك خمسة وكلام من ده؟ لا طبعا مش عايز كده خالص ده عايز ثقة الحلم ده عايز ثقة ودعم ومساندة للمنتخب للناس اللي بتتعب ديه المجموعة اللي لعبت انبارح دي بالمناسبة ولا لعبتش قدام السبعين ولا الخمسة وسبعين ألف متفرج اللي كانوا موجودين في الاستاذ انبارح اللي كان أكيد لهم دور نوعا ما بالمناسبة وأنا صريح وضغري نوعا ما الجمهور انبارح فأول ممتش بس استغلنا عنصر الجمهور لكن الجمهور نفسه بعد ما جبنا الجون هدي هدي ريح تحس ان الجمهور نفسه كنا عايز ينزل يدفع مع لعبت في الملعب قاعدين مخضوضين من اللي بيحصل فكان مفروض يبقى دور الجمهور انبارح أقوى من كده طبعا كل تقدير للجمهور وكل تقدير لكل الحضور انبارح في الملعب وعملوا موجود كبير والناس قزرت ودعمت وشجعت بس كنا محتاجين تشجيع أقوى من كده لكن الأهم النتج في الآخر ايه ان احنا كسبنا 1-0 بالجمهور وبالمنتخب المميز اللي عندنا اللي قدر ان هو يفوز على منتخب قوي جدا ومش هكون ببالغ لو قلت ان منتخب السنغال ده مستريح مستريح ممكن يوصل ربع نهائي كاسع مستريح مش اللي هو بقى ايه يعني بيطلع الروح لا ده امكانيات أوروبية وامكانيات غير طبيعية موجودة داخل القرى الأفريقية بسبب المحترفين كثير اللي بيلعبوا في أندية كبيرة باريستان جرمان بارميونيخ ليبربول ليستر سيتي تشيلسي حاجات كثير جدا فطبيعي يبقى الرتم بتاعهم أعلى كواليتي بتاعهم أعلى لكن في نفس الوقت في نفس الوقت أهم حاجة زي ما قلت ان احنا مجاش فينا جون أهم حاجة ان بإذن الله بإذن الله نقدر في مطش الاياب ان احنا نكون أسكية ازاي طبعا مش احنا اللي حنعدل او يعني مش هنتكلم على فكر كيروش الراجل المبارحة حتى في المنطقة الصحفة قال لها لان 44 سنة خبرة وأهلت منتخبات كتير للكاس العالم فكل احتراموا التقدير لي يعني وانا واثق ان الراجل ده حيشتغل بزكاء كبير جدا في مبارات الاياب الزكاء بيتمثل في ايه بيتمثل انك تأثر من مبارات المراحل انت أهم حاجة في أول مطش انك ايه تقف قدام منطقة كده تدافع ان يجيش في الجون وتحاول تعدي أكبر وقت ممكن من المباراة من غير ما تستقبل أهداف ويا سلام بقى لو عرفت تخطف عندك السرعات صلاح مفيش غبر مرموش لو تدعى حساب مصطفى محمد الغير موفق تماما واللي بعيد عن مستوى تماما مش انتقاد لمصطفى بس بإذن الله أتمنى ان مصطفى يجيب لنا جون في مطش الاياب يأهلنا هيبقى أحسن لعيب في الدنيا مصطفى محمد فبرضو مندعمه منساندو لكن هو بعيد شوية عن مستوى حتى الأخطاء اللي بيعملها على حدود المنطقة مبارح برضو من كانتش مطلوبة شوية لكن برضو وارد كل ده وارد مش مشكلة فقلت صلاح مرموش سرعات تريزيجية ما شاء الله عليه عندك العناصر الجيدة جدا لتقدر تعمل مرتدات لأنهم هيتحطوا في نفس الموقف اللي احنا كنا فيه مبارح بالمناسبة اللعبة كان عليها ضغوط واللعبة كانت حريصة أشد الحرس مبارح أن ما يجيش فيها جون وده كان حاجة غاية في الأهمية غاية في الأهمية فبالتالي منتخب السنغالي في ملعبه حيبقى هول في موقف وموضع ضغط بجمهوره الكبير اللي هيحضر بخوفه من عدم أو خوفه من استقبال هدف من منتخب المصري فكل هذه الأمور بإذن الله تكون بتدينا أو بترجح كفتنا إن شاء الله في مباراة القيامة